ترجمة نانسي قنقر أعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين في البرقية عن أسماءات التهاني والتبركات إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مؤكدا أن هذا الاحتفاء يضاف لمسيرة العضاء وإنجازات جلالته حفظه الله الدؤوبة وبحرصه على احترام حرية الأديان وتعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام مما يعكس شيام العروبة وغيات الإسلام في مبادئ المحبة والتسامح داعينا الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويسدد على طريق الخير خطى ويديم على جلالته موفور الصحة والسعادة لتحقيق مزيد من الإنجازات والرخاء والرفعة والتقدم لوطننا الغالي في ظل قيادته الحكيمة